موسيقى عزيزي المشاهدين عزيزي المشاهدات أهلا وسهلا بكم بحلقة أخرى من برنامج بدون فواصل الواصل العربي يعاني منذ عقدين من ظاهرة العنف والجريمة المستشرية وعدد بحايا يزداد من عام إلى عام رغم الاحتجاجات والمظاهرات وبيانات الاستنكار والتنديد واتهام الشطة بالتقاعص وإخفاق وزير الأمن الداخلي المضطر في إتمار بن كبير بوضع خطة للحد ومحاربة الجريمة التي استفحلت بعهده بل بالعكس اتهامه بإشعال الفتنة والفساد والفوضى بين العرب لقتل أنفسهم بمطلع هذا الأسبوع بعث رئيس بلدية كفر قرع بكتاب للصفراء الأجانب الذين يمثلون دولهم للمطالبة برؤساء دولهم بكبح هذه الجريمة معنا ضيف هذه الحلقة السيد رئيس بلدية كفر قرع براس بدحي أهلا وسهلا بك مساء الخير خير يعد لك أو الجماع المشاهدين نعم يعني تفاجأنا بهذه الرسالة وهذا الكتاب الذي بعثته للصفراء الذين يمثلون دولهم في البلاد هنا للمساعدة والتوصل أيضا أنا قرأت الرسالة هناك نوع من التوصل لهؤلاء السفراء بأن يستجيبوا لمطلبكم كرئيس بلدية كفر قرع للمساعدة لكبح ظاهرة الجريمة التي استفحلت في الوسط العربي قبل ما أخوت في فحوة الرسالة ولماذا طلبت من السفراء الأجانب بالمساعدة والمساندة رؤساء الملديات هنا في البلاد لكبح هذه الظاهرة عدد سكان كفر قرع اليوم 22 ألف نسمي 22 ألف نسمي من بداية عام 2024 عدد ضحايا العنف بمدينة كفر قرع يعني أنا بدي أفتتح هذا اللقاء أخي رياض بالقول بلغ السيل الزبا نعم بدأ الوضع وبلغ السيل الزبا منذ عشرين عاما عشرين عاما وأكثر نعم الوضع لا يحتمل من لم يلتقي بأم باكية ثاكلة لا يعرف معنى الحزن صحيح وما يحدث في المجتمعنا هو كارثة إنسانية بحق مجتمع كامل إرهاب مدني بكل معنى الكريم عنوانة رسائل أن ما يحدث في المجتمع العربي هو إرهاب مدني بكل معنى الكلمة نعم وأفتتح القول وهذا لازم يكون واضح لكل مواطن عربي في داخل دولة إسرائيل حكومة إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عما يجري من ظواهر من جريمة وعنف داخل مجتمعنا العربي وهي المسؤولة الأولى والأخيرة عن كبح هذه الظاهرة المجتمع العربي والكيادات العربية لا تملك الوسائل ولا تملك السلاح ولا تملك الميزانيات لإيقاف مسلسل شلال الدم في المجتمع العربي ولكن هذا أصبح واضحا أن في ظل تقاعص حكومة إسرائيل وتقاعص الشرطة لا يوجد حلول على الأرض الواقع والواقع يقول أننا وصلنا ونحن فقط في شهر أغسطس 2014 قرابة 125 جريمة قتل في المجتمع العربي ومعظم هذه الجرائم لم تصل إلى المحاكم ولا إلى إدانات حول نتائجها وهذا أمر أصبحنا أرقام في عين المؤسسة فخلاص الحديث أن المجتمع العربي وظاهرة الجريمة لا تهم لا حكومة إسرائيل ولا بن كفير ولا كيادات أمنية في داخل إسرائيل وأكبر دليل على ذلك عندما كانت هذه الجرائم في نتانيا وفي ابن براك وفي ناهرية إسرائيل وحكومة إسرائيل وجدت الوسائل لإيقاف مسلسل الجرائم هناك ولكن عندما يكون الضم عربي فلا توجد ميزانيات ولا توجد خطط ولا يوجد عمل بهذه الظروف رغم المحاولات التي كانت عند كيادات المجتمع العربي من لجنة الرؤساء ومن لجنة المتابعة ومجتمع مدني بإعداد خطط ولكن يعني لازم أن نكون صرحين مع المواطن ونقول بوضوح لا توجد خطة على الطاولة ممكن أن تنهي مسلسل الجريمة والعنف في المجتمع العربي رغم المحاولات ورغم النية الصافية الموجودة ورغم الجهود التي تبذلها هذه المؤسسات ولكن أنا إنسان واجه وأصارح على المواطن بكل الصدق أن لا توجد خطة ممكن أن نعتمد عليها لإيقاف هذا المسلسل من هنا لا يكفي أن نقف مكتوب في الأيدي واليأس ليس خطة عمل يجب أن نجتهد بأفكار جديدة لكي نستطيع أن نؤثر بإيقاف هذا المسلسل الذي يقتل بشباب اليومين من هنا أتت هذه المبادرة بالتوجه بصورة شخصية كرئيس بلدية وليس باسم جمعية أو لجنة الرؤساء أو لجنة المتابعة وإنما كرئيس بلد الذي يعيش حزن وألم مجتمعه وأبناء بلده الذين قتلوا جرما مشانا أوصل رسالة من قلب الحدث من قلب الوجع إلى أولا رئيس الحكومة وثانيا إلى صفراء الدول لكي بهدفين الهدف الأول أن يؤثروا على حكومة إسرائيل أن تأخذ قضية الجريمة والعنف على محمل الجلب وهناك كلت لا يمكن أن تتغنى دولة إسرائيل بالدموقراطية ما دام لا ينعم المواطن والأقلية العربية بالأمن والأمان وثانيا لكي نستعين بخبراتهم وممكن حتى بدعم من الميزانيات لكي يعني بناء خطة أوسع ومؤثرة لإيقاف مسلسل الدم في المجتمع العربي فأتت هذه المبادرة بعد أن أنا اتيقنت أن لا المظاهرات ولا الإضرابات ولا بيانات الشجب والاستنكار تجدي نفعا فيجب أن نخطي خطوة جديدة بأفكار جديدة ونحاول أن نجند المجتمع الدولي لعل وعسى ممكن هذه الخطوات أن تساعدنا في مجابهة هذه الظاهرة النقراء التي تعصف في المجتمع العربي يعني أنت بعد استعمال واستخدام جميع الطرق لكبح هذه الظاهرة ظاهرة العنف والجريمة المسلسل الرؤوس العربي هنا كان طريق بدون مخرج فلجأت للصفراء الأجانب في البلاد ورئيس الحكومة مباشرة وخاطبته أيضا يعني بعدت الرسالة إلى جميع أعضاء الكنيست أطلعتهم على ما يدوره وما يشعر المواطن العربي في ظل هذه الظاهرة التي تعصف فينا نعم ولكن أنا أريد أن أقول أخير كان رد كان رد يعني الرسالة طلعت يوم الخميس وكان هناك كسم من الصفراء ردوا أن الرسالة وصلت استقبلوها وقريبا راحين يردوا عليها أنا أتوقع في ظل سبع سبعين أنه راح يكعننا تواصل ولكن يعني بدي أقول وأزيد على اللي حكيته أنه أيضا يعني توجهت حتى للسفير الأمريكي في إسرائيل وطلبت جلسي معاه مباشرة لكي أطلعوا من باب رئيس بلدية عما يشعر في ظل هذه الظاهرة وأطلب تدخله وتكثير الجهود والضغط على حكومة إسرائيل لكي تحمل هذه الرسالة وتعمل على محمل الجد لإيقاف مسلسل الدم أخي رياض أنت بتعرفش لما الرئيس بلدية بروح على حادث قتل وبلاكي أم وبشوفه أولاد صغار بكلب الشارع يعني يعني الألم والحزن موقف صعب الموقف هذا يعني الجبال لا تتحمل هذا الموقف يعني من الألم والحزن المشكلة مش بس القتيل القتيل هو عالم بأكمله ولكن وراء القتيل الأم والأب والأخ 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 والأصدقاء والمجتمع برمته الذي يعيش أحداث يعني جريمة قتل في داخل المجتمع وللأسف الشديد أصبحت هذه الضائرة تعصف في كل البلد وكل المدينة وكل قرية عربية وهذا وضع غير طبيعي لا يمكن يعني دولة زي دولة إسرائيل التي تتغنى بالديمقراطية إنها تيجي تقول أنا دولة ديمقراطية والمواطن البسيط لا ينعم بأقل الحقوق الأساسية نعمة الأمن والأمن طبعا طبعا أنت كرئيس بلدية أيضا هناك شعور يعني محرج ومحرج عندما يتهمونك بتحمل المسؤولية أعتقد أن المجتمع العربي اليوم واعي أن هذه الضاهرة ليست على أكتاب أياتها كيادي أو رئيس بلدية رغم المحاولات اللي إحنا بنعملها وأعتقد أن الناس يعني أصبحت يعني وعي لهذه الضاهرة أنا بفكر أنه مجتمعنا العربي والمواطنين في دولة إسرائيل في الأقلية العربية يعون جيدا أن من يتحمل مسؤولية إيقاف مسلسلة دم الشرطة هم حكومة إسرائيل وشرطة إسرائيل نعم في ظل وجود بن كفير وفي ظل وجود بيبي نتنياهو الذي لا يعنيه المجتمع العربي تماما يعني بكل مسؤولية أقوله ذلك فمجتمعنا يعي جيدا أن هذه الظاهرة لا يمكن أن تتوقف تون تدخل مباشر من حكومة إسرائيل وهذه مسؤوليتها هذه فرصة نسمع منك لا شك أنك ألتقيت مع قائد منطقة الشمال أو المركز حول هذه الظاهرة وكيف كانت المحادثة بينكما وماذا كان الرد ضباط كبار في جهاز الأمن؟ للأسف الشديد أخي رياض من الشرطة وغير الشرطة سؤالك في محله اللي حكى مع قائد شرطة وادي عارة واللي حكى مع قائد لواء منطقة حيفا في الشرطة اللي صار هس مفتش العام هو الآن أصبح مفتش عام لشرطة إسرائيل يعني يصاب بالإحباط حقيقة يصاب بالإحباط الشرطة هي فقط تبرر لماذا تحدث الجرائم لا يوجد عندها خطة عمل وهي يعني بتوجهنا كرؤساء بلديات أن نضغط على الحكومة لكي تحصل على الميزانيات وتحصل على الكوى العاملة من أفراد شرطة لكي تجابه هذه الظاهرة كداخل مجتمعنا الشرطة غير موجودة في شوارعنا الشرطة ليس لها أيات خطة مهنية لمكافحة الجريمة والعنب في المجتمع العربي ونقول ذلك بكل أسف ولكن يجب أن تكون هذه الحقيقة على طاولة كل مواطن عربي ممنوعنا يعني نخفي الحقيقة أمام المواطن الشرطة لا تعمل الشرطة لا يوجد لها أيات خطة مهنية لإيقاف مسلسل الدم وشلال الدم في المجتمع العربي الشرطة تتجاهل جرائم القتل الشرطة لا تسخر الوسائل والميزانيات لإيقاف هذا المسلسل حتى بالمحاكم لا يجد لها القدرة على إثبات حدوث الجريمة وهذا كسم من المشكلة وهذا كسم من الكارثة التي تحل بنا ومش عبث أنا بقول هناك تقاعص من الشرطة ومن حكومة إسرائيل بالتعامل مع ظاهرة الجريمة والعراضي في المجتمع العربي هل أنت متفائل ربما عند تغيير هذه الحكومة المتطرفة واليمينية أيضا إذا كانت هناك حكومة أكثر اعتدالا ويسارية لتصلح هنقول من الوضع الإجرامي في الوسط العربي لكبح هذه الظاهرة ظاهرة العنف والجرمي نحن مجتمع يريد الحياة بدنا تفاؤل يعني ولو بالقليل نحن مجتمع يريد الحياة ويريد الحياة بكرامة ونريد أن نبني مستقبل أبنائنا على أرضنا هنا على هذه الأرض باكون لهذا السبب إحنا برجع وبقول اليأس ليس خطة عمل ولا يمكن أن تكون كيادة وتحمل راية اليأس أنا إنسان متفائل أنا إنسان سأترك كل باب مشان أمنع أنه حزن يفوت على كل بيت وبيت ليس فقط في مدينة كفرقرة وإنما في مجتمعنا العربي هذه مسؤوليتنا ونحن يجب أن نقف بكل يعني بصوت عالي ونوضحها للجميع يجب أن نترك كل باب محلي كتري دولي لكي نؤثر بهذه القضية فاليأس ليس خطة عمل وأن نجتهد جميعا وأن يعني تتكاثف وتتضافر الجهود من أجل يعني بناء مبادرات بدون يأس لإيقاف منسل الجريم والعنف في مجتمعنا العربي جميل جدا يعني أيضا أنت كرئيس بلدية وما شاء الله عنك رجل دينامي لفترتين هذه الفترة الثانية منذ عام 1958 الأول الذي يفوز بدورتين نعم بمدينة كفرقراء كل الاحترام طبعا هذا بأخذ من وقتك الجريمي والعنف بأخذ من وقتك بيقصر أو بيكون هكذا تكسير من حيث مطالبتك بالميزانيات لمشاريع وتطوير البنية التحتية وكل ما هو متعلق في مدينة كفرقراء من حيث المدارس وكسم التربية والتعليم هذا المجهود اللي اليوم انت بتكون فيه ضد العنف بأخذ من وقتك على حساب مشاريع حيوية لمدينة كفرقراء أنا بتقول لك أخي رياض رئيس بلدية أو رئيس مجلس في المجتمع العربي الذي يحمل الأمان بكل صدق هو إنسان الذي يسخر من وقته لا يكل عن 16-17 ساعة يوميا من أجل المجتمع ومن أجل القضايا الحارقة 16 ساعة المجتمع وضعكم مني وهذا يعطي على حساب وقتك للعيل ولا لأولاد صحيح ولكن هذه رسالة وهذه رسالة يجب أن يحملها في كل إنسان رسالة وأمانة أيضا فات على هذا المصار يجب أن يحملها بأمانة ويجب أن يقول لنفسه دائما نعم أنه يوما أريد أن أقف أماره من الله وأتحاسب عما أعمل من أجل مجتمعي وأبناء بلدي صحيح هناك ثلاث قضايا حارقة جدا في داخل المجتمع العربي القضية الأولى والأهم قضية الجريم والعنف القضية الثانية هي قضية البيت والمسكن وقضية الهدم التي نعاني منها بعنصرية كبيرة بسبب سياسة بنكبير تجاه المجتمع العربي والقضية الثالثة هي بناء المجتمع وأعطاء الخدمات والميزانيات التي تدعم المشاريع التطوير في كل البلد وبلد وعلى رأسها دعم جهاز التربية والتعليم لأنه لا يمكن أن نرتقي كمجتمع دون الاستثمار بالإنسان والاستثمار بالإنسان أولاً هو الاستثمار بجهاز التربية والتعليم هناك تبنى المجتمعات هناك نعالج الأزمات هناك نبني يعني مستقبل أفضل لشبابنا ولشباتنا فالاستثمار بالإنسان من خلال جهاز التربية والتعليم هو الأمانة الأولى الملقاة على عاطق كل رئيس بلدية رغم أن ذلك سياسياً يعني من ناحية سياسية هذا الموضوع أكثر شي شائك ولكن إنسان يخلص لربه ويحمل الأمانة بصدق يجب أن يضع الإنسان والاستثمار بالإنسان في مركز عمله ومن خلال عمله بالاستثمار بجهاز التربية والتعليم هذه القضايا الحارقة التي تخص المجتمع العربي أصبح أنك تزفت شارع أخي الرياض يعني إذا تكون لك بمواقع التواصل الاجتماعي إذا بشوفوا شارع مزفت إذا بتحط لفتي إذا بتبني بناي مهم جداً البنية التحديدة مهم جداً ولكن بناء الإنسان موضوع تطور البلد وبناء منشآت ومرافق ومؤسسات هو موضوع مهم جداً ولكن يبقى الاستثمار بالإنسان هو الأهم لأن هناك تستطيع أن تبني الإنسان والإنسان هو الذي يبني المنشآت ويطور ويبني الخطط لتطور بلده ومجتمعه صحيح بناء الإنسان في سلم أولويات رئيس بلدية كفو القرع في رأس بدحي وهذا مهم جداً هل كانت هناك خطة أو برنامج عمل اللي كان بحضارة العنف في مدينة كفو القرع مثل لجان ذي لجنة إفشاء السلام أو بجال الصلح أنا بدي أحكي لك في قبري الصلح ذات البين بين العائلات المتنازعة أول شي نحن موجودين يعني على السحة ونحن يعني نكرز جهود كبيرة جداً لحل النزاعات عن طريق حوار حضارة بين جميع أطراف ولكن يجب أن نفرق بين ظواهر عنف وبين الجريمة نعود ونكرر الجريمة مسؤولية الدولة بديش عود عليها ولكن ظواهر العنف هذه أيضاً يجب أن يساهم فيها الكيادين في كل بلد وبلد عن طريق فعاليات واحتضان أولادنا في فعاليات تربوية وثقافية هذا جزء من الحل حتى تهيب المهاج تعزيز لجان الصلح المحلية هذا يعني مهم جداً دور أئمة المساجد في خطب الجمعة ودورهم اليومي في داخل مجتمعنا العربي موضوع يعني بناء خطط مهنية في داخل جهاز تربيه والتعليم لمكافحة ظواهر الجريمة والعنف وهذا نقوم فيه يومياً أخي نستثمر فيه ونعمل ولكن هذا لا يأتي مكان مسؤولية الدولة في كبح ظاهرة الجريمة في داخل مجتمعنا العربي ولكن يعني هذه فرصة أن أضطرك أمامك أخي رياض في موضوع الأقل أهمية بإجاز رسالتك للمجتمع القرعاوي وللمجتمع العربي قبل رسالتك للمجتمع العربي نعم لا يمكن للمجتمع العربي أن ينهض وأن يكافح الأزمات ونحن بخلاف سياسي كما هو الحال الآن في داخل مجتمعنا الذي يجمعنا أكبر من الذي يفرقنا تقصد عن أحزاب العربي أحزاب العربي اتركوا الخلافات جانبا اتركوا المناكفات السياسية جانبا الآن مجتمعنا يعاني الآن مجتمعنا تحت ظل موجة جريمة وعنف وهدم وشح ميزانيات هذه الكضايا الحارقة التي يجب أن تجمعنا الآن أنا الأوان أن نتوحد ونذهب بصف واحد للتأثير على حكومة إسرائيل وتغيير الخارطة السياسية لكي لا نكون مهمشين لأن الوضع أصبح لا يطاق أصبح الدموع الأم تنادي كل كيادة في داخل مجتمعنا العربي أوقفوا هذه الخلافات توحدوا من أجل بناء وحل الأزمات التي تعصف في مجتمعنا العربي من دم صوتنا لصوتك ونفهم ونتفهم هذا الألم اللي بداخلك المحامي ورئيس بلدية كفر قرع فراس بدحي شكرا جزيلا لك ونتمنى لك النجاح وأنت حقيقة تستحق النجاح شكرا جزيلا أخي ريوز مشاهدينا إلى هنا إلى هنا سنكون معكم بحلقة أخرى في العيام القريبة من برنامج بدون فواصل لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع شكرا لمشاهدتكم وإزغائكم مني أنا تحياتي رياضي الحجحية أتمنى لكم أجمل أوقات وأمتعها وإلى اللقاء